اشتركوا في القناة وزاريات تنفيذا للتوجيهات السامية من مقام المجلس الاعلى لاصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس حفظهم الله الذين يؤكدون دائما على اهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية العراق الشقيقة واكد سعادته على موقف مجلس التعاون الثابت تجاه جمهورية العراق الداعم لكافة المساعر الرامية الى الحفاظ على سيادة العراق والسقلاله ووحدة وسلامة اراضيه وعدم التدخل في شؤونه الداخلية وضرورة العمل على احلال الامن والاستقرار في ربوع هذا البلد الشقيقة في مواجهة العنف والتطرف والارهاب بكافة صوره واشكاله منوها بضرورة العمل على تعزيز وطيرة التعاون المشترك لمواجهة هذه التحديات بما يخدم مصالح الجانبين وشر الزيان الى ان ما يربط بين مجلس التعاون وجمهورية العراق قيادات وشعوب يمثلوا دافعا مهما لمزيد من التعاون والترابط داعيا الى العمل بشكل مكثف بخطة العمل المشترك 2019-2024 والسعي الى تحديثها وتطويرها وتفعيل ما جاء في مذكرة التفاهم الموقع في عام 2019 بين الجانبين من جانبه اشار وزير الخارجية العراقية لان العراق تسعى الى تبني مواقف للتخفيف من حدة التوترات والازمات من خلال تغليب لغة الحوار وذلك في ضوء التحديات الراهنة وما تمر به المنطقة العربية والشرق الاوسط من احداث وصراعات واجاد الحلول السلمية لها مضيفا بان العراق يمضي في اكمال المشاورات التي تم الاتفاق عليها من خلال توقيع مذكرة التفاهم بين جمهورية العراق ومجلس التعاون لدول الخليج العربية